الاقتصادية يأتي هذا اللقاء بعد اللقاء الأول منظم بشهر ديسمبر 2020 حيث قمنا بتنسيب لجنة مشتركة بين القطاع والكونفيدرالية التي كان من بين أهدافها السعي إلى إيجاد سبل التقريب بين الجامعة والمؤسسات والانفتاح على المحيط الاقتصادي إنما قمنا به في الأشهر الأخيرة من اللقاءات وجلسة عمل المشتركة كانت تهدف إلى تشخيص العلاقة الحالية القائمة ما بين العالم الأكاديمي وعالم الاقتصاد ووضع أسس العلاقة المستقبلية وميكانزمات ربط الجسور وتوطيدها والمجالات التي يجب أن تشملها وفق منظور ورؤية عصرية تتوافق واقتصاد المعرفة والمهن في زمن الرقمنة إنه وفي ظل التطور الذي يشهده العالم في شتى الميادين فإنه يتطلب من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي العمل على مدى الجسور تعاون والشاركة مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي ولتجسيد هذا المساعة يعمل القطاع حاليا على مراجعة العدة التشريعية والتنظيمية التي تحكم سيره وفي مقدمتها القانون التوجيه للتعليم العالي والقانون الأساسي النموذج للجامعة حيث تهدف هذه المراجعة من بين ما تهدف إليه إلى إعطاء كل الأجهزة ذات العلاقة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي الأرضية القانونية الملائمة التي تسمح لمؤسسات تعليم العالي في إطار نمط الحوكمة المبنية على مشروع المؤسسة شكرا